بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة آيات كثيرة تستوقف الإنسان فيقف متأملا خاشعا في محرابها يتأمل عظمة هذا الكلام آيات أحيانا تكون مرعبة أيها الأحبة كيف ينساك الله إذا نسيته الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا الشرط الأول أن يتخذ الإنسان دينه لهوا ولعبا المسلسلات الأغاني اللهو مباريات كرة القدم الكلام الفارغ هذا هو من يتخذ دينه لهوا ولعبا ولا يبالي يرى من يستهزئ بالدين لا يبالي يرى من يستهزئ بكتاب الله وبالنبي عليه الصلاة والسلام لا يبالي وغرتهم الحياة الدنيا كل همه الدنيا حياته الدنيا فقط لا يتذكر لقاء الله الله تبارك وتعالى ليس في حساباته هذا الإنسان هل تعلمون أيها الأحبة ما مصيره إذا كنت بهذه المواصفات هذا هو مصيرك فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا هذا كلام مخيف أيها الأحبة إياك أن تنسى لقاء الله ولو لحظة ولو لحظة إياك أن تنسى النبي عليه الصلاة والسلام وهو قدوتنا ومثلنا الأعلى هذا النبي الكريم كم مرة كان يستغفر الله ويتوب إليه هذا النبي عليه الصلاة والسلام كم مرة كان يختم القرآن كم مرة كان يسبح الله كم عدد الساعات التي يقوم فيها الليل لا ينام إلا قليلا من الليل في كل ثانية يتذكر لقاء الله يعني هل نحن نقتدي بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا والله أيها الأحبة عبارة قاسية جدا وبخاصة أنه في ذلك اليوم يوم القيامة يوم الأوقوف بين يدي الله يوم لقاء لا تصور لو أنك ستقابل إنسان مهم ونسيك في هذا الزحام كم سيكون شعورك تعيسا مع العالم أنك ستقابل إنسان هو عبد مثلك لا يملك لنفسه ضر ولا نفع كيف إذا كنت أمام الله في لقاء الله عز وجل ونسيك الله في ذلك اليوم فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون أحبة في الله هذه الآية على فكرة ليست فقط للكفار لا تظن نفسك حتى لو كنت مسلما أنك بمنأة أن تقع في مثل هذا الموقف عندما الله تبارك وتعالى يقول لك إن الله يرزق من يشاء بغير حساب عندما يخاطبك الله ويقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم فتسخر من الآخرين أن تتجحد بآيات الله على فكرة آيها عندما ينهاك الله عن الربا ويقول لك فأذنوا بحرب من الله إذا لم تتوقف عن هذا الربا يقول لك فأذنوا بحرب من الله أنت إذا لم تصغي لهذه الآية ولم تلتزم بتعاليم القرآن أنت تجحد بآيات الله الإنسان أيها الأحبة عندما يأتيه شخص محتاج مسكين ويمنع زكاة ماله يمنع المساعد عن المحتاجين والله تبارك وتعالى يقول لك وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم هذا حق الله هذا المال ليس مالك هذا مال الله سبحانه وتعالى عندما يأتيك من يحتاج هذا المال وتمنعه فأنت تجحد بآيات الله يجب أن نحذر أيها الأحبة لأن الشيء الذي ينتظرنا بعد الموت شيء قد يكون سيء جدا ينبغي أن نحذر ينبغي أن نستعد ينبغي أن نخضع لآيات الله تبارك وتعالى الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا والله أيها الأحبة كثير منا يصوم ويصلي ولا يطبق شيئا من القرآن يكذب الله تعالى يقول ويوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة والنبي نهى عن الكذب قال المؤمن لا يكذب لا يكذب لا يكذب تجد هذا الإنسان يكذب ويعصي أمر الله ويجحد بآياته ما معنى وما كانوا بآياتنا يجحدون ما معنى أنك تجحد نعمة فلان فلان يكرمك وأنت تسيء إليه الله يأمرك بشيء وأنت لا تطبقه الله عز وجل يأمرك بالزكاة وأنت تمتنع عن هذه الزكاة إذن أحبتي في الله أرجو الحذر وأرجو الانتباه وأرجو أن تحفظوا هذه الآية وتتذكرها دائما في سورة الأعراف الآية 51 الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعب وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون اللهم انفعنا بهذا العلم النافع ووفقنا لما تحبه وترضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته